أهلا بكم أحباء المتابعين في الحلقتين السابقتين تحدثنا عن القرآن ومعناه في اللغة وخصائص تكوينه فالقرآن هو التعليم الصحيح من كلمة قرى باللغة الآرامية معناه درس وتعلم وهو أي القرآن القراءة الحقيقية لذلك الكتاب لا ريب فيه وهو أيضا الكتاب المقدس بعهده القديم والجديد جمعت فصول وأجزاء منه فالعقيدة المسيحية أخذت الكتاب المقدس عن اليهود جملة وتفصيلا أي التوراة والمزامير والأنبياء وأضافت إليه الأناجيل والرسائل مكونة الكتاب المقدس المسيحي لكن في العقيدة المحمدية اختلف الأمر بأخذها مقاطع وفصول من العهدين القديم والجديد وإضافة قصص وأمثال اعتبرت من أحسن القصص كما جاء في صورة يوسف الآية ثلاثة والأمثال في صورة الإسراء الآية تسعة وتمانين وكذلك التشريعات التي وضعت كقوانين جديدة لتسيير أمور الدولة بعد أن تمكن من بنائها فكما رأينا وجود كلمات كثيرة لاهوتية لترجية من أصل سرياني أرامي لها نفس المعنى في القرآن ولو حاولنا سردها سنحتاج لساعات وساعات عديدة لذكرها كاملة ولا نجد في أي أثر فكري أو روحي ملموس للعقيدة الوتنية إلا بعض بقايا تعبيرية قليلة جدا فيما يخص الحلفان على سبيل المثال كموروث ثقافي عربي قديم ولكن لا تشكل أي تأثير مهم على فكر التوحيد الموجود في القرآن ولهذا السبب يمكن القول بثقة أن هذا القرآن الذي بين أيدينا لم يكن موجها للوتنيين عبدة الأصنام والأوتان كما هو معروف بين كل المسلمين لكنه خطاب لفئة لها علاقة وطيدة بهذه المصطلحات اللاهوتية واللترجية يعرفون معناها جيدا وليسألون عن مغزاها فالقرآن أتى بنفس الفكرة التي كانت موجودة في محيطه وزمانه عند المسيحيين وكما رأينا في الحلقة 113 فالكنائس كانت تعتمد في تعليمها وطقوسها وعباداتها على كتب الفصول والقراءات التي تسمى باللغة اللاتينية لكسيوناريوم أو لكسيوناريوس التي ظهرت في القرن الخامس الميلادي لتتماشى مع الأعياد والمناسبات خلال السنة أطلق عليها السوريان كلمة قريانا وعربت الكلمة لتصبح قرآنا أو فرقانا من فرقة كما جاء في صورة الإسراء وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكتن ونزلناه تنزيلة الآية 106 وفرق معناها قسم وجزأ كما جاء في صورة البقرة الآية 50 وإذ فرقنا بينكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون والفرقان جاء كتفريق أجزاء التوراة والإنجيل لتسهيل الإيمان بالله وآياته كما جاء في صورة آل عمران الآية 3 وأربعة وكلمة فرقان لها معنى آخر وهو الخلاص والنجاح كما جاء في صورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله دو الفضل العظيم آية 29 وكذلك 41 وهذا المعنى بالضبط موجود في اللغة السريانية الآرامية لكلمة فرقانا بمعنى خلاص ونجاة وإنقاذ واعتبرت للكتب المقدسة كذلك فرقانا تفصل بين الخير والشر كما جاء في صورة البقرة الآية 185 ومن ذلك جاءت كذلك كلمة فاروق فاروقا أي مخلص ومنقد ومنجي كناية عن السيد المسيح بحسب العقيدة المسيحية إذن الفاروق ليس هو عمر بن الخطاب كما يشاع بين المسلمين بل الفاروق هو مخلص شعبه ولا يمكن أن يكون عمر بن الخطاب أعدل وأنصف الناس وخلص شعبه أكثر من سيده ومعلمه محمد بن عبد الله فهذه الألقاب اللاهوتية سرقت من الموروط المسيحي لإدفاء القداسة والشرعية على شخصية عمر بن الخطاب لتبرير وصوله للخلافة قبل غيره هذه المصطلحات السوريانية الآرامية بالإضافة إلى مصطلحات عبرية مثل كلمة إسرائيل نجدها أربعين مرة في القرآن وهي إشارة إلى اليهود بني إسرائيل وجاءت في القرآن كلمة اليهود بالجمع ثماني مرات يهودين وثلاث مرات يهودي بالإفراد وكلمة موسى أو موشي مية وسبعة وثلاثين مرة وغيرها الكثير من الكلمات العبرية في القرآن فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على وجود التراث اليهودي المسيحي في المجتمع الذي يخاطبه النص القرآني فتأثر به بقوة من خلال حوار المتبادل بين فئات هذا المجتمع الذي يسأل عن أمور كثيرة وكأمثل على ذلك ما جاء في الآية 85 من صورة الإسراء ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليلا ثم في آية أخرى يسألونك عن الساعة أيانا مرساها في النازعات الآية 42 فسؤالهم له جاء سبع مرات في صورة البقرة الآية 189 215 217 ومرتين في 219 220 و222 والرد على هذه الأسئلة يتطلب معرفة جيدة بهذا الموروط الديني والتراث اليهود المسيحي وهذا الحوار الديني واللهوتي يشكل طبقة مخفية وراء النص القرآني في نظمه وفي بعض المقاطع تظهر جليا هذه النصوص السابقة كالآية 84 من صورة صاد قال فالحق والحق أقول جاءت عدة مرات في إنجيل يحنى الحق والحق أقول ومن إنجيل مرقص الإصحاح الرابع حيث يتحدد سيد المسيح عن مثل الزرع نفس مفهوم هذا المثل موجود في صورة الفتح الآية 29 وبوضوح يقول النص القرآني في صورة الأنبياء الآية 105 ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يريتها عبادي الصالحون والزبور هو كتاب المزامير وبالفعل هذا المعنى موجود في المزمور 37 العدد 9 لأن عاملي الشر يقطعون والذين ينتظرون الرب هم يريتون الأرض والعدد 22 من نفس الإصحاح لأن المباركين منه يريتون الأرض والملعونين منه يقطعون وكما رأينا في إحدى الحلقات عن مراحل تطور الجنين في القرآن في صورة المؤمنون الآية 14 ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخرا فتبارك الله الله أحسن الخالقين يقابلها في صفر أيوب الإصحاح 10 العدد 10 إلى 11 ألم تصبني كاللبني وخطرتني كالجبني كسوتني جلدا ولحما فنسجتني بعظام وعصب إذن من خلال هذه المقاطع من الترات المسيحي اليهودي يمكن القول بأن القرآن ما هو سوى كتاب الفصول والقراءات لكسيوناريوم أو لكسيوناريوس بلسان عربي مبين نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة اشتركوا في القناة